حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم اليوم أضرار السكر على الأطفال هذه دراسة من موقع ساينس ديلي منشورة بتاريخ 31-3-2021 تشير إلى أن السكر ليس جيدا لنمو دماغ الطفل يعني عندما يكثر الطفل من المشروبات المحلات بالسكر ويتناول الأطعمة المليئة بالسكر أيضا فإن هذا يترك أثرا سلبيا على قدرة الطفل في سن المراهقة من حيث التعلم والإدراك وقوة الذاكرة وسلامة الجسد بشكل عام طبعا هنا يقولون أظهر بحث جديد في نموذج للقوارض أن الاستهلاك اليومي للمشروبات المحلات بالسكر خلال فترة المراهقة يضعف الأداء في مهمة التعلم والذاكرة خلال مرحلة البلوغ طبعا أيها الأحبة هناك تغيرات تحدث في البكتيريا الموجودة في الأمعاء أيضا وتغيرات تحدث في الدماغ بالإضافة طبعا لمشاكل السكر وضغط الدم والوزن الزائد التي تنتظرك بعد سنوات أثناء الكبر لذلك أيها الأحبة يعني نحن الله سبحانه وتعالى علمنا الأخذ بالأسباب فينبغي أن نخفض كمية السكر التي نستهلكها نحن وأولادنا ثم إن الله عز وجل خلق لنا بديلا رائعا هو العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فمدام لديك العسل فيه شفاء للناس الفاكهة أيضا فيها السكر من النوع غير الضار بالعكس الدماغ يحتاج إلى سكريات يحتاج إلى غذاء ولكن المشكلة ينبغي أن تنتقي مصدر هذه السكريات من أين تأخذها لذلك أيها الأحبة الدراسة هنا تقول أن الأطفال هم أعلى المستهلكين للسكر فهذا البحث طبعا أجري بقيادة عضو هيئة تدريس بجامعة جورجيا بالتعاون مع مجموعة بحثية بجامعة جنوب كاليفورنيا طبعا وجدوا أن هناك أضرار كثيرة جدا لهذا السكر بالإضافة لدراسات سابقة تؤكد أن الخلايا السرطانية شرها للسكر إذن أيها الأحبة نصيحة نحن الآن في شهر الصيام الله خلق لنا التمر التمر من أفضل المواد في الطبيعة على الإطلاق أيها الأحبة التمر صيدلية كاملة يمكن أن تتناول سبع حبات كل يوم تعطيك ما يحتاج جسدك من الألياف والسكريات والمعادن المهمة إذن أيها الأحبة دعوة لاستبدال السكر بالتمر والعسل والفاكهة بالإضافة لأن يكون غذاؤك قليلا ومتوازنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا الصلبة لقيمات تصغير لقمة وكل الدراسات الحديثة أيها الأحبة في مجال يعني علم الغذاء والنظام الغذائي تقول ينبغي أن تصغر حجم اللقمة التي تأكلها أحد تقنيات علاج الأمراض المزمنة والتخفيف الوزن الزائد وغير ذلك أن تخفف حجم اللقمة تكون صغيرة لقيمة يعني وهذا تعبير نبوي سبق به العلم الحديث وأن تأكل ببطء وهدوء وتترك فترات بين الوجبة والأخرى لا تأكل كمية كبيرة دفعة واحدة فهذا من أحد أهم قواعد النظام الغذائي المتوازن اليوم أنبأ به النبي بحسب ابن آدم لقيمات يقمنى صلبهم والله أيها الأحبة يعني هذا النبي الكريم ينبغي أن ندرس كلامه نتأمل كلامه لأن ما يقوله العلماء اليوم نجده في كلام النبي يعني العلماء اليوم علماء الغرب ينادون بضرورة تناول العسل والتمر بدلا من السكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة فمن لم يجد فالماء فإنه طهور وقال عن التمر لا يجوع أهل بيت عندهم التمر إذن عملية بسيطة هي الثقافة غذائية أيها الأحبة يعني أنا بدلا في بيتي من أن أضع السكريات والحلوة والكذا في كل مكان لا آتي بالتمر وأكثر من التمر أضع العسل أضع بعض الفاكهة وأحاول أن أعود الأطفال على هذه الأغذية الطبيعية المباركة التي خلقها الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق